اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية تناول نظام غذائي غني بالالياف مقدمة الالياف مادة توجد في النباتات والالياف الغذائية نوع من الكاربوهايدرات وهي النوع الذي نأكله من الالياف من المصادر الجيدة للالياف الغذائية الفاكهة المكسرات والبذور الخضار الحبوب الكاملة يشرح هذا البرنامج فوائد النظام الغذائي الغني بالالياف ويتناول مصادر النظام الغذائي الغني بالالياف كما يتضمن نصائح عن زيادة كمية الالياف في الطعام الذي نتناوله الألياف يساعد الحصول على كمية كافية من الالياف الغذائية في الطعام الذي نتناوله على البقاء بصحة جيدة والالياف مادته توجد في جميع الأطعمة النباتية بما فيها الفاكهة والخضار والحبوب وبعض هذه الأطعمة غني بالالياف بينما يحتوي بعضها الآخر على القليل من الالياف توجد الألياف في العديد من الكاربوهايدرات المحقدة كالأرز والقمح والكاربوهايدرات هي أهم مصادر الطاقة للجسم لا يستطيع الجسم هضم الألياف الغذائية فهي تعبر الجسم بدون أن تتحلل للحصول على الطاقة منها وتترك الجسم عن طريق البراز يوجد نوعان رئيسيان من الألياف الألياف الذوابة الألياف غير الذوابة كلا نوعي الألياف مهم للحفاظ على الجسم بصحة جيدة فمثلا تساعد الألياف على إنقاص خطر الإصابة بالأمراض القلبية عن طريق التخلص من الدهون الزائدة في الأمعاء كما أنها تساعد في الوقاية من الإمساك من خلال دفعها للطعام في الأمعاء يساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف وشرب كمية كافية من السوائل كالماء على الهضم حيث تتحرك الأطعمة الغنية بالألياف بسرعة وسهولة عبر جهاز الهضم تبقى الألياف غير الذوابة على حالها تقريبا خلال مرورها في الجسم ما يعطي شعورا بالامتلاء ومن الأمثلة على هذه الألياف الخضار والحبوب الكاملة ونخالة القمح الألياف الذوابة هي تلك التي تنحل في الماء بشكل جزئي وتساعد على تخفيض مستويات كوليسترول الدم والتحكم بمستويات الكلوكوز في الدم عند المصابين بالداء السكري ومن الأمثلة على هذه الألياف الفاكهة والفاصول يذات شكل الكلية ونخالة الشوفان تضيف الألياف الغذائية كتلة إلى النظام الغذائي وتعطي شعورا بالامتلاء بسرعة مما يساعد على ضبط الوزن والوقاية من الأكل الزائد كما أنها تساعد على الهضم وتقي من الإمساك يحتوي الطعام الغني بالألياف على كمية مرتفعة من مضادات التأفصد وهي مواد تحمل خلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تصنع خلال عملية الهضم الطبيعية وقد تساهم في زيادة خطر الإصابة بالأمراض التالية السرطان الأمراض القلبية السفتة الدماغية أمراض أخرى يساعد الحصول على كمية مناسبة من الألياف على إنقاص خطر مشاكل صحية مزمنة ومنها سرطانات معينة كسرطان القولون الداء السكري الأمراض القلبية اضطرابات الأمعاء البدانة مصادر الألياف توجد الأطعمة الغنية بالألياف في الحديد من المجموعات الغذائية يتناول هذا القسم أكثر الأطعمة التي تشكل مصادر جيدة للألياف شيوعا من الفاكهة الغنية بالألياف التفاح الموز التين العليق أي التوت البرتقال واليوسفي الإجاص البرقوق الزبيب الفراولة ومن الخضار الغنية بالألياف الخرشوف الهيليون الشمندر البروكلي كرنب بروكسل الجزر البازلاء الخضراء الفطر البطاطة والبطاطة الحلوة السبانخ اللوبياء الذرة الحلوة صلصة الطماطم أوراق اللفت كما تشكل عصائر الخضار كعصير الطماطم وعصير الجذر مصادر جيدة للألياف أيضا ويشكل دقيق الحبوب الكامل والحبوب والمعكرونة مصادر رئيسية للألياف ومنها الشعير رقائق النخالة الروز الأسمر المعكرونة المصنوعة من الدقيق الكامل فطائر نخالة الشوفان والأطهمة المخبوزة دقيق الشوفان الفشار خبز الشيلم أو القمح الكامل أو الخبز المتعدد الحبوب البقول والمكسرات والبذور غنية بالألياف وهي تتضمن اللوز الفاصولية البيضاء الفاصولية السوداء العدس فاصولية ليما الجوز الأمريكي الفستق الباتلاء المجروشة جذور دوار الشمس كما تتوفر مكملات الألياف أيضا غير أن المصادر الغذائية أفضل منها بشكل عام حيث أن المكملات لا تزود الجسم بأنواع مختلفة من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاج إليها الجسم يمكن استخدام مكملات الألياف للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة كمتلازمة القولون العصبي ولا بد من مراجعة مقدم الرعاية الصحية دوما قبل تناول أي نوع من المكملات برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية تناول نظام غذائي غني بالألياف قد يوصى بنظام غذائي غني بالألياف لعلاج المشاكل الهضمية كما أن له العديد من الفوائد الصحية الأخرى كإنقاص خطر الإصابة بالأمراض القلبية يمكن للمرء مناقشة مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الاستفادة من النظام الغذائي الغني بالألياف يشرح هذا القسم بعض النصائح عن كيفية الحصول على المزيد من الألياف في النظام الغذائي يمكن الحصول على المزيد من الألياف في النظام الغذائي باستبدال عصير الفاكهة بالفاكهة الكاملة ولا بد من تناول الفاكهة في كل وجبة والتأكد من وجود أنواع مختلفة من الفاكهة في النظام الغذائي يمكن استبدال الحبوب المخشورة بالحبوب الكاملة واختيار أنواع الخبز التي تضع القمح الكامل أو الحبوب الكاملة كمكون أول على بطاقة المكونات كما يمكن تجريب المعكرون المصنوعة من الدقيق الكامل والرز الأسمر أو البري واستبدال الدقيق الأبيض بدقيق الحبوب الكاملة في الخبز تقدر كمية الألياف الغذائية التي يجب أن يحصل عليها الفرد يوميا بالجرامات وتعتمد الكمية المطلوبة على العمر والجنس يحتاج الرجال بعمر خمسين سنة فما دون إلى حوالي ثمانية وثلاثين جراما من الألياف في اليوم في حين تحتاج النساء بعمر خمسين سنة أو أصغر إلى خمسة وعشرين جراما في اليوم تحتاج النساء بعمر خمسين سنة فما فوق إلى حوالي واحد وعشرين جراما من الألياف في اليوم في حين يحتاج الرجال بعمر خمسين سنة فما فوق إلى ثلاثين جراما في اليوم يفضل قراءة اللساقات الموجودة على الأطعمة عند شرائها لمعرفة عدد جرامات الألياف الموجودة فيها واختيار الأطعمة الغنية بالألياف والابتعاد عن تلك الغنية بالسكر أو الصوديوم أو الدهن تناول حبوب الإفطار الغنية بالألياف هو طريقة جيدة لبدء اليوم ويفضل البعث عن الحبوب المصنوعة من الحبوب الكاملة أو النخالة أو يمكن إضافة بضع ملاعق من نخالة القمح غير المعالجة إلى الحبوب المفضلة وإضافة الفاكهة كالتوت الفاصولية والبقول من الخيارات الغنية بالألياف لوجبة الغداء أو العشاء ويمكن إضافة الفاصولية إلى الصلطة أو الحساء أو تناول بيرغر الفاصولية السوداء مع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة بدلا من البرغر المصنوع من لحم البقر يفضل اختيار الوجبات التي يتكون نصفها من الفاكهة والخضار ويتوزع نصفها الآخر بين بروتينات قليلة الدهن والحبوب الكاملة لا يجب أن تكون الخضار نيئة لتعطي أكبر قدر ممكن من الألياف إذ يمكن إضافة الخضار المطبوخة إلى الصلصات وأطباق المعكرون والشطائر والحسائي واليخنات ومن الوجبات الخفيفة الغنية بالألياف الخضار والفاكهة الطازجة المكسرات الفشار منخفض الدهن ينصح بشرب الكثير من الماء في أثناء اتباع نظام غذائي غني بالألياف لأن الألياف تمتص الماء لتجعل البراز لينا وكبير الكتلة ويمكن في حالات نادرة أن يؤدي تناول ألياف أكثر من اللزوم دون شرب الماء إلى انسداد الأمعاء من المهم الحصول على ما يكفي من الألياف الغذائية إلا أنه يجب إضافتها إلى النظام الغذائي ببطء ذلك أن إضافتها بسرعة أكثر من اللزوم قد يؤدي إلى التطبل التشنج الغازات عند ظهور هذه الأعراض يجب التخفيف من تناول الألياف ليومين أو ثلاثة إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة يساعد الحصول على كمية كافية من الألياف الغذائية في الطعام الذي نتناوله على البقاء بصحة جيدة والألياف مادة توجد في جميع الأطعمة النباتية بما فيها الفاكهة والخضار والحبوب وبعض هذه الأطعمة خني بالألياف بينما يحتوي بعضها الآخر على القليل من الألياف لا يستطيع الجسم هضم الألياف الغذائية فهي تعبر الجسم بدون أن تتحلل للحصول على الطاقة منها وتترك الجسم عن طريق البراز يوجد نوعان رئيسيان من الألياف الألياف الذوابة الألياف غير الذوابة كلا نوعي الألياف مهم للحفاظ على الجسم بصحة جيدة فمثلا تساعد الألياف على انقاص خطر الإصابة بالأمراض القلبية عن طريق التخلص من الدهون الزائدة في الأمعاء كما أنها تساعد على الوقاية من الإمساك من خلال دفعها للطعام في الأمعاء يساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف وشرب كمية كافية من السوائل كالماء على الحضم حيث تتحرك الأطعمة الغنية بالألياف بسرعة وسهولة عبر جهازي يساعد الحصول على كمية مناسبة من الألياف على انقاص خطر المشاكل الصحية المزمنة ومنها سرطانات معينة كسرطان القلون الدهاء السكري الأمراض القلبية اضطرابات الأمعاء البدانة تقدر كمية الألياف الغذائية التي يجب أن يحصل عليها الفرد يوميا بالجرامات وتعتمد الكمية المطلوبة على العمر والجنس من المهم الحصول على ما يكفي من الألياف الغذائية إلا أنه يجب إضافتها إلى النظام الغذائي ببط ذلك أن إضافتها بسرعة أكثر من اللزوم قد يؤدي إلى التطبل التشنج الغازات عند ظهور هذه الأعراض يجب التخفيف من تناول الألياف ليومين أو ثلاثة قد يوصى بالنظام الغذائي الغني بالألياف لعلاج المشاكل الهضمية كما أن لها العديد من الفوائد الأخرى كإنقاس خطر الإصابة بالأمراض القلبية ويمكن للمرء مناقشة مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الاستفادة من النظام الغذائي الغني بالألياف شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين